في مساحة حرة نستضيف الدكتورة جينان شاكر ميلالي دكتورة في علم الأنتروبولوجية الإثنية وعلم الديانات باحثة كاتبة أسست دار نشر ميلالي مع جون بير ميلالي المتخصص باللغة العربية وثقافة العربية وهو إعلامي أيضاً من أبرز أهداف إصداراتهما تعريف اللغة العربية تبسيطة إلى غير المتكلمين بلغة الضاد ونرحب بوجوده في استوديوهاتنا كون أيضاً أصدرت دار نشر ميلالي منذ أشهر قليلة قاموس يضاف إلى القواميس الكثيرة التي تم إصدارها منذ تقريباً 2006 إلى اليوم قاموس عربي فرنسي أو قاموس ثلاثي عربي فرنسي إنجليزي قاموس أيضاً فرنسي فارسي والعكس فضلاً عن كتب سنتحدث عنها لتعليم اللغة العربية للصغار وهي من أحد الأصوات الهامة فيما يتعلق بالفرنكوفونية فمرحباً فيك دكتورة جينان أهلاً غادة شكراً لحضورك ونبدأ فوراً بما أنه عم نتحدث عن الفرنكوفونية قادمة من بيروت بعدما شاركتي هناك بندوى عنوانا السلام اللي هو من خلال الحوار من خلال الثقافي طبعاً من قبل وزارة الثقافي اللبنانية التي أقيمت هذه الندوى ومشاركة من متخصصين آخرين ماذا عن مشاركتك شخصياً؟ هذه الندوى كانت قيمة فيها الجامعة الأنطونية بزحلي بإشراف وزارة الثقافي وبالاشتراك مع السفراء الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي لأنه تحت إطار الفرنكوفونية لأنه شهر مارس هو شهر الفرنكوفونية بالعالم ومنذكر أنه في 220 مليون فرنكوفوني على القرات الخمس بيحتفظوا بهالشهر باللغة الفرنسية أنا حبيت شارك بهالمحاضرة طلباً من الجامعة الأنطونية تحت عنوان السلام والثقافة نحو السلام والسلام نحو السقافة عن طريق العمل الأنتروبولوجي لأنه بهمني كان أحكي كيف فينا نبس السلام بشكل على الأمد الطويل عن طريق مش بس السقافة بس عن طريق العمل على الأرض من الناحية الأنتروبولوجية والإثنالوجية والذاكرة الشعبية حلو طيب خلينا ندخل كمان عن هذا الموضوع إلى أي مدى دكتورة ميليلي إلى أي مدى إذا عدنا وتجذرنا بأصولنا ممكن أنه هذا يساهم بالحديث عن مجتمع نير عن مجتمع مثقف عن مجتمع بيعرف جذوره بالأساس وخصوصا أنه إحنا اليوم للأسف الهجرات القصرية واللي عم بتأدي فيها الحروب عم بينتقلوا إلى أماكن أخرى عم يبتعدوا عن جذوره فكمتخصصة في علم الأنتروبولوجيا أديش هيدا مهم كمان؟ بذكر جملة بسيطة اللي ما إلو ماضي ما إلو حاضر وما إلو مستقبل نحن اليوم إذا وصلنا لللي عليه لأنه تأثرنا بالشي ماضينا الناس المختربين اللي تركوا لبنان تركوا لبنان يمكن بكتير بفترات الحرب كتير منهم يتركوا البلد مشان الدراسي فيه إشكاليات فيه أسباب ليش ما عادوا رجعوا ليش بقيوا كل هاي إذا مننظر له من المنظور الأنتروبولوجي ومندرس تحركات الشعوب ومنشوف كيف على الأرض بيدل عندهم انتماء لبلد الأم فهيدي بتصير عندنا حكاية متعلقة أكيد بماضينا والعمل على الذكرى ومعدم نسيين من وين نحن جايين بيساعدنا لنفهم كيف نجحنا وكيف قلعنا وبيساعدنا مشان ما ننسى لأنه نحن خاصة كلبنانيين خاصة اللي عاشوا الحرب في عندهم ذكريات على ما هو لبنان ما قبل الحرب ولبنان ما بعد الحرب في أجال إشت من بعدنا ما بتعرف شو هو لبنان قبل الحرب وكيف وانا مشكلة المشكلة اللي عندي إنه هي كيف بدي أعطي صورة لوطني لبنان إذا ما عندي شي بمكان معين شي أقدر سلمه كأماني لهالأولاد خاصة لأولادنا للجيل القادم فيه إشياء كتير فيه أعمال كتير ما عابت ندرس فيه بس ما لنا موصلة ما عم نقدر نصل أهمية التوثيق هون بأعتقد أنه له دور وبس هيدا عملية التوثيق هون من مهام الشخص المعني يعني من مهام المتخصصين أو هو كتلة متكاملة يعني الكل لازم يساهم بالتوثيق العمل إن كان على الصعيد الحكومي الاجتماعي الأكاديمي هيدا هو عنوان المحاضر اللي عطيتها بالأنتونية لأنه بشكر كتير الأشخاص اللي عبيشتغلوا والحمد الله تفجأت بلبنان بعدد الجمعيات والأشخاص اللي عبيشتغلوا على العمل فيه فيه حركة كبيرة مثل هون مثل هونيك وحتى بلبنان يعني كتير بس بس أنا بهمني إنه كل ما كتر الشغل كل ما كان أحسن بس كل ما بعصر الشغل كل ما ضعنا نعم فكان همي من خلال المحاضرة إنه يكون فيه أساس أساس مبني من وزارة السقافة لنقدر نجمع كل هالأشخاص اللي عبيشتغلوا كل هالأعمال ولنقدر نبني هرامية هرامية لصير فيه تواصل ما بين الأشخاص كل واحد عبيشتغل بميدان بس كل واحد مفروض يتواصل مع التاني اللي يصير فيه هالبوزل نعمل صحيح نعم ساعتها منعرف وين منلاقي المصدر وين ملاقي الشغل فكل هالعمل حبيت أحكي عنه عن طريق عن طريق الشغل توجيها للذاكرة الشعبية من خاصة من مكان الجامعة لأنه بيتوجه كمان للمعلمين للدكاترة اللي عبي عاملوا أنتروبولوجيا أو الطبقة اللي بيهمها الموضوع نعم دكتورة جينانا ميلالي كمان بدنا نحكي بأنك عم تتحدثي حضرتك عن الأنتروبولوجيا قدمتي من لبنان بأي سنوات بال84 يعني وقت الحرب وقت الحرب لديك ذاكرة عن ما قبل الحرب كتير أنا كنت من الأشخاص لما أنه عم نحكي عن الذاكرة الوالدي الله يرحم أنا كتير كتير خاف وخفت كتير بالحرب وتعبت أعسابي والوالدي كان عندها تكنيك تقنية تقللي كل ما بتخافي حاولي تكتبي فتعودت بتذكر بتذكر وقتها بحضر تليفزيون لمجد الرومي يمكن بستة وسبين أو شيء أول شيء أو بالثمانية وسبين ما بقى بذكر وماما حطتلي أجندة قلتلي حاولي تكتبي يومياتك هيكي مع الوقت حتشوفي كل ما مضى الوقت حتشوفي أني كنت تصارتي على الخوف وحتبقتي تذكري مشان يبقى يومي الأيام تتذكري أنه لما يكون بوجه الخوف منقدر نسيطر عليه وفعلا تعودت أكتب مذكراتي بس لما تركت لبنان تركتهم تركتهم ببيروت ومن ال76 لل84 يعني بقولك أجندات كتبت فرجعت فيه مع الوقت هالأيام من بعد ما اشتغلنا ودرسنا ببريس وكبرنا رجع فيه الحنين رجع فيه الحنين لهالماضي نرجع نكتب شو عشنا لنقدر نسلم هالرسالة لأولادنا ولا يتذكروا لأنه الحرب مش هيني ونحنا كنتم بيقولوا عنا نجينا من الحرب بس بيبقى عنا عنا شي بداخلنا موجود بيرجع يعني أي مشهد في هذا العنف أي حديث بقى فينا ترجع كل شي داخلنا اللي هو مغطى بيرجع بابه بيفتح وهذا شيء دائما يعيش لأنه كمان أنا بنت الحرب دائما بيعيش الأشخاص اللي عاشوا هذه الحرب رغم أنه نحن نحاول نتعالى وهون ربما يمكن هذا الصراع اللي بيصير ما بين الداخل والخارج وأحيانا ننتصر وفي منهم لا ينتصرون وهون بتكون الحقيقة مأساة تانية وهل يتورى من هذه الذاكرة العمل الإصدار الجديد لأسستي كما ذكرت في البداية مع جون بيار ميليلي دار نشر خاص بكم وخاصة بالتعريف يعني قواميس كثيرة ذكرت بعض منها من 2006 فرنسي عربي وعربي فرنسي تعريف باللغة ولكن هذه المرة القموس فرنسي لبناني يعني حتى اللغة هي اللغة الدارجة المحكية ولبناني فرنسي وإما أنه عم نحكي عن الذاكرة بما أكثر من الأمثال الشعبية كمان متضمنتها في هذا القموس الكبير اللي عدد صفحاته ما بعرف قداش بيوصل 2015 خبرينا شوي عن فكرة أنه قد قعدت اشتغلت على اختيار الكلمة 6 سنين 6 سنين 6 سنين وتكتبونا طبعا مكتوبة هي بالفرنسي ولكن تلفز بالعربي يعني في كلمات يمكن أنا في منهم ما بعرف مش سامع فيهم سنة دربزين دربزين وانا جودي حلبية هني بيقولو دربزين لا دربزين دربزون دربزون لازم تعمل شي له شي تمحكي تاني 6 سنين إذن لإصدار هذا القموس إيه هالقموس قصته قصة حنان قبل كل شي قصة وجع ضمير الغربة مش هيني ولما منقدي أوقاتنا عالتليفون عم نحكي مع أهلنا ومنشوف إنه أهلنا عبيكبرو ومنشوف إنه أولادنا عبيكبرو كمان ومش عم نقدر نعطي لأولادنا كل اللي تعلمني من أهلنا أنا كان همي قبل كل شي كيف أولادي يقدروا يتعلموا لبناني مع أنه حاولت بعطهم على على لبنان باللبنان كان يروحوا عم دارس لغة عربية نيجي نعلمهم بالفوية فرانكول يباني وكل شي بس المشكلة إنه صرت عبو ظلمهم لأنه لنهار السابت أخدهم من بيتهم يوم الراحة لأرجع بعطهم على المدرسة يعني نهار قالوا لي ماما عبتعذبين إنه ليش نحنا مجبورين نتعذب هيك إنه لو بالمدرسة بالبروغرام عم نتعلم اللغة أوكي وبعدين رجعت قلت لأ ما بدي ما بدي يكون في على أولادي ضغط لأنه اللغة حب حكي اللغة هو حب مش فرض حبيت اختار الطريق الحرة مع أنه صاروا يحكوا كم كلمة لبنان وكل شي ومرة الوقت قلت أنا بدي قبل بشي إنه الولد ابن مجتمعه وكأولاد فرنسيين خليتهم يكبروا بمجتمعهم الفرنسي هلأ الناس كتير يقولولي ما كيف أنت وزوجك بتحكوا عربي زوجك فرنسي بيحكي عربي كيف ولد للأسف هيدا اللي صار أولادي ما حكيوا ما بيحكوا لبناني بس بيحكوا معن الحضارة والسقاف اللي وصلن لهم إياها ككوبل مزدوج مع الوقت مت ما بتعرفي زوجي كان يعلم بسيان سبو نعم نعم وكان كأختصاص وكان كأختصاص بيعلم كان الديالكت اللبناني وبيقلي كيف ممكن يعلم ديالكت للغة مش مكتوبة أصلا يعني بيبدأ ما راجع هلا أكيد في كتب وبيحكوا على الديالكت اللبناني بس الأموس بحد ذاته ما كان فيه وبعدين ما تنسي نحنا لما بروح على المدرسة نتعلم العربي هذه اللغة منتنقلة عن طريق أهلنا عن طريق حكينا مع العائلة مع الحوالينا يعني تقريبا اللبناني بيتعلم أول ما يدخل أول ما يخلق بيدخل على المدرسة ثلاث لغات فرنسي والعربي واللغة المحكية نعم فحبيت مع الوقت كنت ما أحكي مع ماما على التليفون دون دون كلماتها وصار صار في كتير كلمات يعني مثلا شلوق حتى يعني شلوق مش الكل بيقولوها شلوق اللي هو الهوى الهوى الصفن في كلمات مستخدمة بمناطق يمكن بمناطق تاني لا يتم استخدامها بعدين اللبنانية بيحكوا كتير بأمثال بكل منطقة أقلة أمثال يعني ما في شخص بيحكي عادي لما هلا هلا رجعت شفتهم بلبنان أكيد كلهم بيحكوا أمثال وشي كتير حلو لأنه في أمثال مثلا أنا ما بعرفها وفي ناس نحن بكل منطقة كل واحدة عندها خصوصيتها وحبت أكتبها باللغة البيروتية لأنه أسهلي لأن أنا من أصل بيروت وماما أكيد لهجتها كانت لهجتها كانت بيروتية نعم وعا كل حال في كتير من اللي كمان تعبوا ورجعوا أعادوا وجمع كمان مجرون تحية جمع الأمثال الشعبية ومن وين أتت وكيف كانت هالقصة وليش طلع هالمثل فهذا كله بده بحث ورشارش كتير مستشريئين كتبوا على لبنان أمثال أمثال شعبية وهذا عمل ما إله نهاية أصلا منحب أنه نستريح قليلا نتابع الجزء الثاني من حوارنا عبر راديو موتيكار لو أدواليا كنت عبر راديو موتيكار وحن نعم أمثال كتيرا كمكار كمكار محن ifier كمكار كدا لا أستطيع كما قل بحث كمكار لا تحية كمر به في ستير محن كمكار موسيقى موسيقى إما سأل 예� يسأل أك Miranda 신طيعـ سؤال يسأل قطعا 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 Вот هفهن يحدث تقول تقولت تishna كما أريد أنك فهمت بس وحلم أنك ستفعر بخيرما مسلم لينك ستفعر لينك ستفعر لينك ستفعر مينة甲 مرتقب للسدرس يزيل أنك ستفعر ومن جميع حدث ليس تركت عندما تكتب كما اردو كما أريد هناك موسيقى 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 وهي دكتورة في الأنتروبولوجي تحدثنا عن هذا الأمر عن الإثنية تحدثنا عن دار نشر ميلالي المتواجدة بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية وليها أدديها إصدارات هامة تتعلق بالقواميس الفرنسية العربية ونسيت كمان أن أقول للدكتورة ميلالي أنه في عندكم حتى اهتميت بالمبتدئين الذين يودون التعلم اللغة العربية وهي ليست طبعاً بشيء السهل اقرأ وتعلم كتابة اللغة العربية كلماتي الأولى من كلمة إلى كلمة كمان هل هل هذه الكتب بالفعل تساعد تساهم بالتعريف باللغة العربية ولا أنه هيك يعني ألف بقتا وخلاص لا كل العكس ألف بقتا لأنه بعتبر أنه تعليم اللغة العربية كنابعة من تجربة الخاصة بتختلف ما بين الأطفال إذا أهلهم لبنانية أو عرب أو إذا أهلهم ميكست يعني الولد لما بيرجع عبيته هل بيسمع اللغة العربية ببيته اللبنانية ببيته ولا لا من هالتجربة بعتبر أنه في مدرسة تانية بتقول أنه طريقة التعليم للنو نارابيزان اللي مش بيتكلموا العربي فيه تقنية تانية وكوني كالسوسيولوج بعتبر أنه الولد هو ابن مجتمعه قلت أنا أكيد في صغرة لما منفتح كتاب العربي للولد الفرنسي ليتعلم عربي الكتابة بحد ذاتها مختلفة عن الرفيرانس تبعيته اللي هي بالكتاب الأحرف اللاتينية الفرنسية صح فقلت أنا في أكيد إذا يومني إذا منفكر ناخد الولد على اللغة العربية عن طريق باسرال جسر اللي هو الأحرف اللاتينية اللي تساعده على قراءة الكلمة العربية بالفونتيك أكيد ممكن نشجعه وبتصور نجحت بهالمعادلة لأنه جربت على أولاد جربت عادة أطفال صار فيه تجزيع لهم ما بقى فيه حاجز فيه الولد بيحب يحس حاله مستقل وقادر يقرأ بيحب يقرأ الكلمة أوقات من دون ما يكون في حدا ورا وصح فالفونتيك بتساعد حتى الأطفال أنه يقدروا يقرؤها وبيحسوا حاله نشحوا وبتعطيهن ثقة ومن هالطريقة بلشت أعمل التكنيك تبي تقرأ وتعلم اللغة العربية بشكل أنه خلي الولد هو يكون طالب للتعلم ويكون عنده استقلالية أكتر حكينا عن الفرانكوفونية وحضرتك أحد الوجوه الفرانكوفونية طبعا اللي بتشرف لبنان والأيضا العالم العربي ماذا عن اللغة الفرنسية؟ ذكرتي أن هناك الملايين من يتحدث بهذه اللغة ولكن هل لازالت هي بالمقام الأول لدى الدول زيتا؟ يعني لبنان منحس أنه في ميل اليوم إلى أنه يكون اللغة الإنجليزية هي الأساس بالتعامل بجيل اليوم في الميول للجنس للشباب لا يحكوا اللغة الإنجليزية بس هيدا ما بيمنع تاريخنا واللغة والإرساليات اللي أثبتوا حالهم منذ 1876 لليوم يعني في حضارة بلبنان لللغة الفرنسية ما ممكن يوم الثاني نقول راحة هلا أكيد العالم بيتطور واللغة الإنجليزية هي لغة كمان منعلمها بلبنان بس نفس الوقت هي لغة اقتصادية في الجامعة الأمريكية بس ما بيمنع أنه نقول بعدنا اليوم أنه الفرنسية بعدها عندها محلة بلبنان وبتصور أكتر من السابق ولو أنه في مدارس عبتتراجع بتعليم الفرنسية بس كان لغة فرنسية بعدها موجودة بلبنان ولبنان ساير القلب للمنطقة كلها بالفرنكوفونية منحسه على الأرض منحسه لما منطلع شوي من الإطار الدعايات اللي عم نشوفها بلبنان محطوطة بالإنجليزية أو الأرمات اللي عم تتغير عم تصير بالإنجليزية بس لما منحاول نبحث عن تاريخ وقوة اللغة منلاقيها بعدها موجودة بلبنان نعم وهذا شهر شهر آذار هو شهر الفرنكوفونية وانطلقت فعالياته في العاصمة اللبنانية وطبعا يعني خصوصا من الويك أند جاي أو الأسبوع المقبل في نشاطات كثيرة تتناول الفرنكوفونية في الدول التي تتحدث هذه اللغة عربيا خصوصا بالمغرب العربي وأيضا في المدن الأخرى أو البلدان الأخرى كأفريقيا مثلا اللي هي من الأوائل ماذا عن علاقة اللغة والثقافة يعني حكينا عن الأثنية ما تفسيري كيف ممكن أنه الإنسان يتعرف ويبقي على ثقافته وأنه مش كل شيء مثلا اليوم حاليا عم نشوف التكنولوجيا عم نشوف التطور عم نبتعد عن أشياء لها علاقة بالفعل بثقافي كيف أنت بتخافي على جيل اليوم خصوصا أنك تعملين بميدان الكتاب والبحث بخاف على جيل اليوم خاصة لما نشوف كيف عم نكتب على الفيسبوك أيوة بنكتب على الفيسبوك يعني اللبناني اخترع لغة خاصة على الفيسبوك بالعربي بالأحرف اللاتينية أنا أول شيء ما كنت أول فهمها بس لوجيني بالترجمة بالعربي لوجيني ليباني لعبكاني إنه قدروا يكتبوا لما كان عندهم كلافيي بالعربي قدروا يكتبوها بالفونيتيك هاي دي كمان رابط للفرنسي للفرنكوفوني بالنسبة إلي بس حوروها على اللبناني بس نرجع منقول لما لما برجع بشوف الأخطاء حتى الناس اللي عم يكتبوا بالعربي الأخطاء اللي بتنكتب بالكلمات العربية بخاف إنه بالنهاية اللي بيعرف يكتب بالنسبة إلي ما مفروض يعمل الأخطاء بين التطويلة والتقصيرة أو شي هلا أوكل همزة مشاكلها الخاصة بس برجع بقول يعني بالنهاية إنه اللغة لازم تكون إلى استمرارية لأنه ثقافتنا لغتنا ولغتنا ثقافتنا إذا ما فينا نحترم هالرابن ما بين الاثنين شو بيبقى عنا خاصة نحن كمغتربين مثلا عايشين برا مع الوقت مننسى لغتنا لأنه منتعود نحكي اللغة ولازم نحكي لغة البلد الموجودين فيه لأنه هذا بيساعدنا للتأقلم والتعبير بشكل صحي بس مع الوقت منوصل إنه لا ننسيها ولما مننسى لغتنا ما كون عم مننسى كمان ثقافتنا لأن أنا للأسف بزعل لما بشوف إنه الناس لما بيحكوا عن الثقافي بتتحول ثقافتنا ما ترخزيني يعني وبعتذر من كل اللي عبي يسمعوني ثقافتنا منا بس رأس هزبطن أو دبكي صح أو طبولي أو حمص على أكيد يمكن الثقافة الخاصة بالطبخ من الثقافة اللي هي دايما من جيل إلى جيد مهم إنه نحافظ عليها بس بما أنه عم نتحدث عن الثقافة هيك بالختام حضرتك توليتي وشغلتي منصب رئيس فرع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم حكينا عن المغتربين وهي في فرنسا وفي دول أخرى كنت رئيسة الفرع في المغرب وحاليا رئيس قسم التراث الثقافي أيضا في الجامعة اللبنانية الثقافية وهذه النشاطات ستشهد باريس الخاصة بالجامعة اللبنانية الثقافية نهاية الأسبوع المقبل يعني بالويك أند المقبل فخبرين شوي ممكن هذا الأمر أنه يعرف بثقافة البلد لأنه في كتير كمان حتى جمعيات أخرى ثقافية معنية لدول أخرى ببلدنا الإفنس اللعب تحكيني عنه هو أصدق فيه يوميات لبنان نعم اللي بتقوم فيه الجامعة الثقافية اللبنانية في فرنسا نعم هيدا هيدا شغل بتصور الجامعة اللي عم بتعمله من الأديسيون رابع أديسيون بتعملها السنة والشغل اللي أبدوه لنعمل هني حاولوا يشتركوا يشاركوا عدة جامعيات فرنسية لبنانية ليجمعوهم بين بعضهم ويقوموا سوا بشغل حول الثقافة بلبنان فبيشارك فيها عدة كتاب عدة مشان هيك بقلك انه مش السقافي بلبنان مش بس فولكلور لأنه هيدا العمل اللي عبي يصير بأيام لبنان أكتر بيتخطى الفولكلور بيتخطى عم بيجمع عمل عدة جامعيات لبنانيات فرنسيين كمان موجودين على الأرض وبيحاولوا يتوصلوا ما بين بعضهم ليقدروا يقوموا بمشروع ثقافي على صعيد مهم نعم بالنسبة لرئاسة قسم التراث الثقافي من نشاطات يعني أو من تحرك شخصي لديك أنا بشتغل على صعيد خاصة أنت مقلت لك بالأول صعيد التراث الشعبي والذاكرة الشعبية فهيدي عب حاول على مجالي يكون في عمل مشترك ما بين المختربين على صعيد القراط لأنه الانتشار مهم والجامعة الثقافية بالعالم عندها هالبوابة لأنه إذا قمنا بعمل ما بفرنسا عن طريق الجامعة الثقافية رغم اختلافهم لأنه منحكي عن اختلافاتهم عن طريق الجامعة الثقافية هيكون في عنا تواصل ما بين كل المختربين بهالبولدان فكرة بفرنسا يمكن تنتقل للبرازيل أو الشيف نعم إذن في بحث كمان وفي شغل كبير كبير وواحد ما بيقدر إيد واحدة ما بتقدر صحيح نحن نتمنى لك دعمينك كلاما يعني ما بنقدر نساعدك في شغل ومفروض وفي إصدارات أخرى من دار نشر ميليلي عم تشتغلوا عليه عم نشتغل على الأموس الفرسي الفرسي بعد ما طلع يعني هذا قريبا بعد بعد بدو وقت هذا أخذ ست سنين لبنان الفرنسي الفرنسي تقريبا الفرسي خالص بس بعد بدو تصحيح شوي نعم نتمنى لحضرتك كل التوفيق في كل هذه المشاريع وفي كل النشاطات دكتورة جينان ميليلي شرفتين وإن شاء الله دايما تحفظي ذاكرتنا وذاكرة الشعب اللبناني شكرا لحضرتك شكرا مغادة نختفي بك بخير شكرا لكل الذين رفقونا في كافيشو وإلى اللقاء